اشتركوا في القناة 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 المنطقة التي تعضلت مساعدة من ولاية الجلفة كان هناك فلاحة نجم ونتم نغرس الرمان والمشماش ونصنع الزيتون لماذا هذه المنطقة ضائعة؟ لماذا تحسون اليوم؟ لماذا؟ الرئيس دارت فيه كتيقة ومن اللي يجو يتكلم إلا على مناطق الضل لماذا دعوهم ينضلوا هكذا؟ لماذا؟ عندما ترى أطفال أطفال لا صبات لا يحرام عليهم عند ربي تحاسبوا لكن كل اليوم المسؤول الأول في المناطق الضل هو الوالي ومن بعد يأتي رئيس الدائرة ومن بعد يأتي رئيس البلدية ووزارة التضامن ولا كواسونغوش غيبين لم يكن في الميدان لماذا؟ لا نقول كل ولات لا نقول كل ولات والله يصدقني كان ولات اللي حبها تخدم ويتخلج الميدان ويتطبق في الأوامر على الرئيس ولكن صح كان ولات أنا صريحة مهمني أي والي إذا كان ولات ما يخدم نقول ما يخدمش والولي اللي يخدم يخدمه نجملوش كل كان ولات لا يدارها في الميدان ويتخدم وحتى الولاد كان عندهم عراقيل في الإدارة كان وزارة اللي حب يخدموا عندهم عراقيل في الإدارة لماذا أنا نقول كان عصابة عصابة السابقة خلت أولادها في الميدان موسيقى موسيقى هذه العصابة هي اللي يتكسر في تخلق يعني الأزمة في كل القطاعات ويكسر في البرنامج رئيس الجمهورية وحتى تكسر ببرنامج وزاراته موسيقى 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 ما هي الطابعة اليوم نقول لعصابة هذية ونقول لكل الشعب الجزائري نهار الجزائر وقال استعمار بالجزائر لم يخدمها إلا على شذت ولم يسكر ومسيق وضحوا بأمفوزهم بأولادهم واستقلوا الجزائر وخلوها حرة اليوم الجزائر لازم نقولون بالليحنا أنا في خطر كان العسابة أولاً لا يتكسر وحباً تشعل النار ثانياً كان الناس من الخارج اللي حباً يعني تدخل الجزائر وتدمرها اليوم أنا نقول لازم نوعي الشعب الجزائري نقول له اليوم لازم تكون يد في اليد ما تخليش الناس تستعملك ضد الجزائر اللي ضحوا عليها يعني يجدودكم وضحواها علي أبوات يعني الأباء انتعكم اليوم الجزائر محتاجة كل جزائري هذا وش نقول له يعني هذا هو النداء انتعي لما نتكلم عن الحراك الحراك الحقيقي كان يوم 22 فبري لما كل جزائريين خرجت يعني وخرجت كان ضد العهد الخامسة وضد كل العصابة السابقة اليوم نتمنى من الناس اللي يتخلج الحراك اللي رئيس الجمهورية سماه بالحراك المبارك وكل الجزائريين سميناه يعني بالحراك اللي جابت الاستقلال للجزائر أما اليوم الحراك اللي يخرج نتمنى الحراك لما يخرج لي يقول يقول باللي أنا محتاج عمل أو محتاج سكن أو يعني راني جيعان ولا راني فاقر اليوم نشوفه في الحراك الناس اللي يتمثلهم في الصف اللول اللي عندهم اللي يمشوا بلا رونجروفار ومشوا بلي مرسوداس يقول لك حنا نمثلوا الحراك أنا شخصيا كجزائريا ما يمثلينين ش هاد الأشخاص هاد الأشخاص اللي يحبوا الجزائر حقيقة كانوا يكون حوار حنا ما شفناش حراك هذا دير ممثل نتمنى من الحراك يدير ممثل تاعه ليوصل الوضع الحقيقي وممثل تاعه ما نجبش اليوم نخرج كل الجمعة ولا كل ثلاثة للطريق ومعلبنهم شما هي الطالبات نتحهم اليوم يخرج يقول لك التبون المزور والجيش كيف يتكلموا عن الجيش الجيش أي بلد في العالم كان قوي هو بالجيش نتاعه أي الشعب في العالم كان قوي بالجيش نتاعه اليوم يأتيوا أشخاص ممثلين العصابة يقول لك الرئيس المزور ويتكلم على الشعب رئيس الجمهورية أولا انتخبوه الشعب الجزائريين ما هو شمزور تاني لما يتكلم على الجيش أنا أقول لهم خط أحمر للجيش ما تجمش اليوم تخرج نتا كل جمعة وتقول الجيش عصابة العصابة اللي لو يسير فيك في الصف الأول العصابة اللي حب تخرب الجزائر أنا نتمنى من هذون الناس يعني اللي تخرج كل جمعة الدير ممثل يعني يكون نلقي اللي يحب الجزائر ويوصل 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 لرئيس الجمهورية باش يلقونها حلول والله أنا ميجي مش يقولوا سعيدة النس دي اللي تقول سعيدة من العصابة هم العصابة اللي تقول سعيدة مني رأينا أنا مع مري ما كنت من العصابة وأنتم ما تعرفوني كل وجزائرين يعرفوني كل حربت العصابة من الفين وربعة عشر ما حربتاش من يعني البارح ولا من الفين وتسعة عشر من الفين وربعة عشر وننقول حاداري لأموال جزائر راهي في الخارج حاداري راهي كان قروب لي تخدم الأفسيو وعطيت الأسامين تحم وحذرت وحذرت الحكومة وحذرت الشعب الجزائري ولا كانت ليا مساندة يعني أغلقوا لي المؤسسات حاربوني وكانوا حين يدخلوني للسجن ووش من العصابة اللي كنت فيها نيا وش من العصابة اللي كنت فيها نتمنى هاد الناس اللي يكون وراء الفيسبوك اللي راهم خلصين نتمنى هم يخرجوا الميدان يوريوا الناس اللي كون هي العصابة هم اللي مخلصتهم العصابة وراء الفيسبوك أنا نقول لهم تتفاصل مهمني شوش يقولوا سعيدة نغسل اللي عندو شي عليها مرحبا به تفضل أنا نشته من العصابة أنا حاربت العصابة والوحيدة اللي نزيد نقول ننتحمل مسولية الوحيدة من 2014 الوحيدة اللي كنت نحاربهم يعني على المباشر ما كنتش نتكلم وراء الفيسبوك وما كنتش في الخارج ونقول هادو عصابة أنا كنت حاربتهم ضد يعني فاسا فاس بديت أفك ست تون دو كافي سبعة تون دو القهوة ودت تون دو كافي وبديتها فلا بوينت يعني أول ما تحنت القهوة تعي درتها فلا بوينت بسبعة تون دو قهوة منت ما بدأت القصة سانتني والدي وسانتني ممزوش تعي لا يرحمه وما كنتش سهلة أنا تاني أنا سمي رحي متمردة كانوا عاي تولي بمتمردة كان صعوبات ما كانتش سهلة باش نقول لك نجحت وكانت مشاكل كبار وعديت أيام صعبة كتير والحمد لله والأيام الصعبة اللي كانت أصعب في حياتي هي من 2014 حتى 2019 يعني ما كانت سهلة هذه أيام يعني ما نجمش ننساها والله أنا نتمنى يعني كل المؤسسات الصغيرة أنا نقول لهم مش نقول لهم طريق صعب أنا لازم نقول لك لازم تكون عندهم ثقة في نفسه لما تكون أي شاب أو شابة تكون عندها ثقة في نفسها حتنجح مهما الظروف تنجح تطيح وتنوض تطيح وتنوض بالصح في الأخير رح ينجح سيفغي كان بعض العراقي اللي موجودة في الإدارات مع الوقت كل فتنا يعني سنوات حنا نشوفوا بالقراطية من شي غير من اليوم أنا نتمنى لهم نقول لهم لازم يكون عنده ثقة في نفسه هذا هو هذا هو النجاح تنساش يعني باللي أنا ومثل 54 دولة أفريقية يعني بزنس أفريكا اللي نترأس عليها من 2018 والمكتب نتعلم موجود في كينيا يعني كان رجال أعمال كثيرة اللي جات عنا هنا اللي من خارطين وحتى اللي موش من خارطين يتكلموا على الإكسبرتاصون ورئيس الجمهورية الهدف الواحد نتاعه هو الإكسبرتاصون تعالى قولي مونتا لإفريقيا لما تكلم رئيس الجمهورية على خمس ملاير دولار يعني ببور الإكسبرتاصون يعني ما كانش غالت هذي هي الحقيقة بصح بيدول لما تكون يعني العراقيل غير موجودة اليوم الناس هذو مساكل اللي حابة تستطمر اللي حابة الإكسبرتاصون كان عراقيل لما تنجمش تصورها أنت هذو هما الناس لما نتكمل على الإدارة هذي هي اللي تتخذ يعني تكسر في البرنامج اللي يتكلم عليها رئيس الجمهورية هذي هي العصابة اللي تخدم ضد رئيس الجمهورية اليوم لها يعني الإدارة تفتح الأبواب تحها وميكونوش علاقيل ننجموحوا حتى أكثر من خمس ملاير دولار لما تكون الإدارة غلقى عليك وما زادت العصابة تخدم في الميدان منجموش نتكلم نتكلم على الاستثمار أي استثمار نتكلم عليه رئيس الجمهورية رأي ويعطي في في أوامر أوامر واضحة بس حميش ما ميدلونه في عارقيل يعني في الأرض الواقع يدلونه في عارقيل وشكون هذي الناس هذي هي العصابة ناس ما حبش تفهم وما حبش شوف لما تكلمت عليها في 2014 عمري ما كذبت واليوم أنا نتحمل المسؤوليات يقول ما زال عصابة رئيس الجمهورية مينجموش يخدم وحده رئيس الجمهورية عنده وزارة عنده ولات عنده عنده إدارة عنده الناس هذي التحت هي اللي يستخدم في خدمتها رئيس الجمهورية ما عندهوش خاتم سليمان مينجموش يشوف المشاكل بتاع كل الشعب في الجزائر خلا الناس ودير الناس في المناصب بتحم هم اللي يقوموا بهذا الدور اللي موز دورتا رئيس الجمهورية باش يشوف يشكون العصابة ومش العصابة كي نس يستخدم هذا الشيء أنا أتمنى من الناس هذي اللي عند دار فيهم التقي يخرجوا للميدان أنا نقول هنا يعني كان موجود خلل ما يقول لك كل رجال أعمال مهمش نقيين ومهمش يعني مليست قلة الجزائر الجزائر شكون بنها وشكون كبرها وشكون كانوا رجال أعمال نقيين ونضاف لي بدوا يعني من الصفر يعني ما كانش عندهم لا أموال لجدودهم ولا أموال التحم كانت مسابقة يعني 62 ناش خدمت وتعبت وخدمت الجزائر وستطمروا في الجزائر وبنات الجزائر كان رجال أعمال صافيين ونقيين وعندهم أموال نتحم نقيين لحد الآن مش كل الجزائر العصاب بدأت في 2013 يعني بعد المرض رئيس الجمهورية السابق العصاب يعني خرجت للميدان ودأت كل الأموال الجزائر واللي كانت في البن خرجتها الخارج هذيك محسوبين ومعروفين ومازال معروفة يعني في المنظمة تحملي مازال موجودين هذي ما منجموش نكرها اليوم منجموش نقوله كل الجزائري ما مش نضاف لا ضد هذه الفكرة أو الناس التي تقول في الكلام هذه كان الناس يعني معروفين العصابة معروفة نحسبها عصبة الناس التي تقلوض من البنوك ومرضتها كان حتى الناس ملايير وما زال ما تحسبت وما راح للعادلة هذه تجم تقولها نعم ما زال موجودة في المنظمة الأفسية كان الناس نزه وشرف وما نقول شغير في المنظمة ونقول ونحن ما لديهم لديهم تهمة ضد الرجال أعمال اللي يقول لك عصابة يروح يجيب لي أما أنا لما نتكلم عن العصابة أنا أعرفهم نعرفهم واحد بواحد ونعرف وش خلات من البقية انتحها للي تخدم ضد الجزائر وضد الاقتصاد الجزائري وضد الاستثمار وضد الشعب الجزائري مازالهم نداء نقول لكل الجزائري اليوم حذاري حذاري كما يقولوا ساعدان أغزات ضرب الشيط عمري ما كنت شيتها وما نشيت حتى الواحد لما كانوا يقولوا ساعدتي تشيت لرئيس الجمهورية ما شنشيت له أنا ضربت الشيطة لرئيس الجمهورية كي كان في داره ما ضربت له الشيطة هو رئيس أما كلمة حق على بل يبلي رئيس الجمهورية هذا جال الجزائر يريد أن ينقضها وصدقوني هي كلمة حق وعمري ما رح أنكد جاب ينقض الجزائر ما عنده شوف يعني المشكلة تاعه اليوم هو الجزائر أنا نطلب من جزائريين يديروا ريد في اليد ريد في اليد ونخرجوا الجزائر من الأزمة لنا فيها خموا على ولادكم خموا على مستقبل ولادكم هالجزائريين يحبوا بلادهم واحد يجي يشعل فيها نار لما تشعل النار هتشعل فينا كل الكبير والصغير الغني والفاقير اليوم نطلب منهم نحن يعني نكون ونقضوا الجزائر ونكون ونحن نفضحوا هذه العصابة هذا هو الدور تاع كل جزائري هذا هو الدور ونطلب من كل الولات كل الولات يعني اللي موجودين في كل ولاية يخرجوا لما نتقدل صدقوني منطقة الاشتاء عندها يومين اللي تم تنتهي الحياة اليوم نقول للوالي ولاية الجلفة يوم عند ربي سبحانه ورح تتحازم يعني انتا ممت رئيس الجمهورية واعطاكم اعطاكم امر باش تخرجوا لهذه المناطق رجعتوها مش منطقة يعني دل هي منطقة يعني دل بتنجمش انت تاكل وفي الولايات عك الناس صايمين ومعنى مشوش ياكلون بتنجمش شوف وولدك انتا يا والي الجلفة لا بالصباط ولاد وولايات وعندك امارات قلتم يمشون فوق الحجر انا نقول الولايات وولايات الجلفة كيف هيجيك النور وفي المنطقة هذيك راكدين على الارض وانتا راكد فوق السرير ونزيد نقول الولايات وولايات الجلفة عند ربي رح تتحازم ونتحمل المسؤولية تاعي لان المنطقة هذي في حياتي مشوش منطقة كما هذي الناس ما تشوفش الناس ما تاكلش الناس ما ترقدش اولاد يمشوا حفينين في الالفين وواحد وعشرين انا نقول الوالي وولايات الجلفة او اي والي ليخلى ناس في الولايات يعيشوا هذي المعيشة هذي رح ينتحسبوا مشي معندا رئيس الجمهورية عند ربي سبحانه لان اليوم نعاود نقولها اليوم اي والي في الولايات واحد يعيش ليشتانا في المناطق هذي غير يرحل داره لانه شوف حساب مش عند رئيس الجمهورية حساب عند ربي سبحانه شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة